حدثناه شيم بن بشير اخبرنا منصور يعني ابن زذان عن قتادة عن عبدالله بن معبد الزماني عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئلا عن صومي يوم عرفة فقال كفارة سنتين وسئلا عن صومي يوم عشوراء فقال كفارة سنة حدثناه شيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير ابن افلحة عن ابي محمد جليس كان لابي قتادة قال حدثنا ابو قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقام البينة على قتيل فله سلبه حثنا بشير بن المفضل ابو اسماعيل عن عبد الرحمن يعني ابن اسحاق عن زيدي بن ابي عتاب عن عمر بن ابي سليمين عن ابي قتادة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يحمل امامة او اميمة بنت ابي العاص وهي بنت زينب يحملها اذا قام ويضعها اذا ركع حتى فرغ حثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا هشام الدستوائي حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا امنا يقرأ بنا في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر ويسمعون الاية احيانا ويطول في الاول ويقصر في الثانية وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح يطول في الاول ويقصر في الثانية وكان يقرأ بنا في الركعتين الاوليين من صلاة العصر حسنا عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط شيء منه بشيء ولكن لينتبذ كل واحد منهما على حدة حسنا عبد الوهاب الثقافي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن أبن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو يمس ذكره بيمينه أو يستطيب بيمينه حسنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك يعني ابن أنس عن عامري بن عبد الله يعني ابن الزبير عن عمري بن سليمين عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس حسنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن عامري بن عبد الله عن عمري بن سليمين عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا ركع وسجد وضعها وإذا قام حملها حسنا سفيان بن عوينة عن الزهري عن أبي سلمة قال كنت أرى رؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له فحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا من الله والحلم من الشيطان فمن رأى رؤيا يكرهها فلا يخبر بها وليدفل عن يساره ثلاثا وليستعيذ بالله من شرها فإنها لا تضره قال سفيان مرة أخرى فإنه لن يرى شيئا يكرهه حسنا سفيان عن صالح ابن كيسان سمعه من أبي محمد سمعه من أبي قتادة أصاب حمار وحش يعني وهو محل وهم محرمون فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكله حسنا سفيان حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلحة عن أبي محمد جليوس أبي قتادة عن أبي قتادة قال بارزت رجلا يوم حني فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه حسنا سفيان حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثتني امرأة عبد الله بن أبي طلحة أن أبا قتادة كان يصغي الإناء للهر فيشرب وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أنها ليست بن جس إنها من الطوافين والطوافات عليكم حسنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان ومن عجلان عن عامري بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سليمين عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين من قبل أن يجلس حسنا سفيان قال سمعناه من داودة بن شابورة عن أبي قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة قال صيام عرفة يكفر السنة والتي تليها وصيام عاشوراء يكفر السنة لم يرفعه لنا سفيان وهو مرفوع حدثنا عبد الله حدثنا نصر بن علي حدثنا سفيان فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان ومن عجلان عن عامري بن عبد الله بن الزبير عن عامري بن سليمين عن أبي قتادة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم الناس وأمامة بنت أبي العاصي يعني حاملها فإذا ركع وضعها وإذا فرغ من السجود رفعها حسنا إسماعيل حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة فلا تقوم حتى تروني حسنا إسماعيل حدثنا الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا آت الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه وإذا تمسح فلا يتمسحن بيمينه حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن حرملتابن أسين عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عشوراء يكفر سنة ماضية حدنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند حدثني محمد بن عمري بن حلحلة عن ابن لكعبي بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة قال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قال المؤمن أستراحا من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى والفجر أستراحا منه العباد والملاد والشجر والدواب حثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة وعن قتادة حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال شعبة قلت لغيلان الأنصاري فقال برأسه أي نعم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه فغضب فقال عمر رضيته أو قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا قال ولا أعلمه إلا قد قال وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة قال فقام عمر أو رجل آخر فقال يا رسول الله رجل صام الأبد قال لا صام ولا أفطر أفطر أو ما صام وما أفطر قال صوم يومين وأفطار يومين قال ومن يطيق ذلك قال إفطار يومين وصوم يومين قال ليت لها عز وجل قوانا لذلك قال صوم يومين وأفطار يومين قال ذاك صوم أخي داود قال صوم الاثنين والخميس قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه قال صوم ثلاثة أيامين من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر وأفطاره قال صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية قال صوم يوم عشرة قال يكفر السنة الماضية حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد ابن يعني ابن إسحاق حدثني ابن لكعبي بن مالك عن أبي قتاد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول على هذا المنبر يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عني من قال علي فلا يقول إن إلا حقا أو صدقا فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار حثنا وكيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتاد عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الآية في الظهر والعصر أحيانا حثنا وكيع حدثنا أبو العميس عن عامر يعني ابن عبد الله بن الزبير عن الزرقي عن أبي قتاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يمينه على فخيذه اليون وأشار بأصبعه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتاد عن غيل بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتاد الأنصري أن أعراب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه فذكر الحديث إلا أنه قال صوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه حنا يزيد بن هارون أخبر نيحي بن سعيد أن سعيد بن أبي سعيد المقبورية أخبره أن عبد الله بن أبي قتاد أخبره أن أباه كان يحدث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسب مقبلا غير مدبر كفر الله به خطايا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسب مقبلا غير مدبر كفر الله به خطايا كثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث ما شاء الله ثم سأله الرجل فقال يا رسول الله أن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر كفر الله عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر كفر الله عنك خطاياك خطاياك الا ادين كذلك قال لي جبريل عليه السلام حانا يزيد بن هارون اخبرنا محمد بن عمر عن سعيدي بن ابي سعيد المقبوري عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها فقال اه عليه دين قالوا نعم دي نراني قال اترك لهما وفاء قالوا لا قال صلوا على صاحبكم قال ابو قتادة هما علي يا رسول الله فصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا محمد بن اسحاق عن معبدي بن كعبي بن مالك عن ابي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثرة الحليفي في البيع فانه ينفق ثم يمحق حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق حدثني معبدي بن كعبي بن مالك انه سمع ابا قتادة السلامية يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثرة الحليفي في البيع فانه ينفق ثم يمحق حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبدالله بن رباح عن ابي قتادة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال انكم ان لا تدركوا الماء غدا تعطاشوا وانطلق سرعان الناس يريدون الماء ولازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمالت برسول الله صلى الله عليه وسلم راحللته فانعسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعمته فادعماه ثم مال فادعمته فادعماه ثم مال حتى كدى أن ينجفيل عن راحللته فدعمته فانطبه فقال من الرجل قلت أبو قتادة قال مذكم كان مسيرك قلت منذ الليلة قال حفظك الله كما حفظت رسوله ثم قال قال لو عرسن فأمال إلى شجرة فنزل فقال انظر هل ترى أحدا قلت هذا راكب هذاني راكباني حتى بلغ سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا فنمنا فما أيقظنا إلا حر الشمس فانتبهنا فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار وسرناه نيهة ثم نزل فقال أمعكم ماء قال قلت نعم معي ميضة فيها شيء من ماء قالت بها فأتيته بها فقال مسوا منها مسوا منها فتوضأ القوم وبقيت جرعة فقال ازدهر بها يا أبا قتادة فإنه سيكون لها نبأ ثم أذنا بلال وصلوا الرجعتين قبل الفجر ثم صلوا الفجر ثم ركب وركبنا فقال بعضهم لبعض فرطنا في صلاتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون إن كان أمر دنياكم فشأنكم وإن كان أمر دينيكم فإلي قلنا يا رسول الله فرطنا فرطنا في صلاتنا فقال لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فإذا كان ذلك فصلوها ومن الغد وقتها ثم قال ظنوا بالقوم قالوا إنك قلت بالأمس إن لا تدركوا الماء غدا تعطى شوف الناس بالماء فقال أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم فقال بعضهم لبعض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء وفي القوم أبو بكر وعمر فقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسبقكم إلى الماء ويخالفكم وإن يطع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا قالها ثلاثا فلما اشتدت الظهيرة رفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هلكنا عطاشا تقطعت الأعناق فقال لا هلك عليكم ثم قالا قال يا أبا قتاذ تأتي بالميض أتي فأتيته بها فقال أحلل لغمري عن قدحه فحلته فأتيته به فجعل يصب فيه ويسقي الناس فازدحم الناس عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أحسنوا الملاء فكلكم سيصدروا عن ري فشرب القوم حتى لم يبق غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب لي فقال اشرب يا أبا قتاذ تقال قلت اشرب أنت يا رسول الله قال إن ساقي القوم آخرهم فشربت وشرب بعدي وباقي في المية ضاءت نحو مما كان فيها وهم يومئذ ثلاثمائة قال عبد الله فسامعني عمران بن حسين وأنا أحدث هذا الحديث في المسجد الجميع فقال من الرجل قلت أنا عبد الله بن رباح الأنصاري قال القوم أعلم بحديثهم انظر كيف تحدثوا فإني أحد السبعة السبعة تلك الليلة فلما فرغت قال ما كنت أحسب أن أحدا يحفظ هذا الحديث غيري قال حماد وحدثنا حميد الطويل عن بكري بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرس وعليه ليل توصد يمينه وإذا عرس الصبح وضع رأسه على كفه اليوم وأقام ساعده حدثنا عبد الله حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا عبد الله حدثنا إبراهيم حدثنا حماد عن حميد عن بكري بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام عن محمد قال كنا مع أبي قتادة على ظهر بيتنا فرأى كوكبا انقضى فنظروا إليه فقال أبو قتادة إنا قد نهينا أن نتبعه أبصارنا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مهدي بن ميموء عن غيلنا بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة تقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومي يومي لاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح فوجدته قد اجتمع إليه ناس من الناس قال حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال عليكم زيد بن حريثة فإن أصيب زيد فجعفر فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري فوثب جعفر فقال بأبي أنت يا نبي الله وأمي ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا قال أمدو فإنك لا تدري أي ذلك خير قال فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن يناد الصلاة جامعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناب خير خير أو ثاب خير شك عبد الرحمن ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له فاستغفر له الناس ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهدوا له بالشهادة فاستغفروا له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبوعه وقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره وقال عبد الرحمن مرة فانتصر به فيومئذ سمي خالد سيف الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انفروا فأمدوا أخوانكم ولا يتخلفن أحد فنفر الناس في حر شديد مشاتا وركبانا حدثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن عبد العزيز يعني ابن روفي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن لها هو الدهر حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا حيوة قال حدثنا أبو الصخر حميد بن زياد أن يحيى بن النظر حدثه عن أبي قتادة أنه حضر ذلك قال أتى عمرو بن الجموحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله حتى أقتلى أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة وكانت رجله عرجاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقوتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولا لهم فأمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد حان عبد الصمد حدثنا همام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت فسمعته يقول اللهم أغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا قال يحيى وزاد فيه أبو سلمة اللهم من أحييته من فأحييه على الإسلام ومن توفيته من فتوفه على الإيمان حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبيه حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا دعي لجنازة سأل عنها فإن أثني عليها خير قام فصل عليها وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها حدثنا أبو النظر حدثنا إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه فذكر نحوه حدثنا سعيد مولى بن هاشمين حدثنا أبن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن أبن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد على فراش مغيبات قيد الله له يوم القيامة ثعبانا حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاث مرار من غير ضرورة طبع على قلبه حنا يونس عفان قال حدثنا حمد بن سلمة قال عفان في حديثه أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرضي عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفسه عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة حنا حسن بن موسى وموسى بن داود قال حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل القبلة قال أبو عبد الرحمن قال أبي حدثنا إسحاق يعني ابن الطبع مثله قال أخبران أبو قتادة حنا حسن بن موسى حدثنا أبن لهيعة ويحيى بن إسحاق قال أخبران أبن لهيعة قال حسن في حديثه حدثنا يزيد بن أبي حبيبا عن علي بن رباح عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم محجل الثلاث مطلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشيئة حسن يحيى بن إسحاق أخبران أبن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في العصر والظهر في الركعتين الأوليين بسورتين وأم الكتاب وكان يسمعون الأحيان الآية ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب وكان يطيل أول ركعة من صلاة الفجر وأول ركعة من صلاة الظهر حثنا أبو المغيرة ومحمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبسق عن شماله ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان فإنه لا يضره حثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني أبن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري وكانت الأنصار تفقهه فأتيته وهو في حواء شريك بن الأعور الشارع على المربدي وقد اجتمع عليه ناس من الناس فقال حدثنا أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء فقال عليكم زيد بن حريثة فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري فوث بجعفر فقال بأبي أنت وأمي رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا قال أمضح فإنك لا تدري أي ذلك خير فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله الله ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناب خير أو بات خير أو ثاب خير شك عبد الرحمن ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم انطلقوا فلقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له فاستغفر له الناس ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهدوا له بالشهادة فاستغفروا له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال اللهم ما هو سيف سيف من سيوفك فانصره فمن يومي إذ سمي خالد سيف الله ثم قال انفرو فأمدوا أخوانكم ولا يتخلفن أحد قال فنفر الناس في حر شديد مشاتا وركبانا قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن أبي النظري مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرمين فرأ حمارا وحشيا فاستوى على فراسه وسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا فسألهم رمحه فأبوا وأخذه ثم شد على الحمار فقط له فأكل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكمها الله عز وجل قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن زيدي بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل ذلك إلا أن في حديث زيدي بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معك من لحمه شيء حتى ناسماعيل عن هشامين الدست وإي حدث نيحي بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ولم يحرم أبي قتادة قال وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بفيقة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابي فضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فحملت عليه فأثبته فأكالنا من لحمه وخشينا النقطة فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعت أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا ولقيات رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركته وهو بتعين وهو وهو مما يلي السقيا فأدركته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرئونك السلام ورحمة الله وقد خشوا أن يقطعوا دونك فانتظرهم قال فانتظرهم قلت وقد أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة فقال للقوم كل وهم محرمون حتنا إسماعيل أخبرنا هشام الدستوائي حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعون الآية أحيانا ويطول في الأول ويقصر في الثانية وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح يطول في الأول ويقصر في الثانية وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر حسن إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق حدثني معبد بن كعبي بن مالك عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحليفي في البيع فإنه ينفق ثم يمحق حسن محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عثمان بن عبد الله بن موهب يحدث عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه فقال صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا قال فقال أبو قتادة هو علي يا رسول الله قال بالوفاء قال بالوفاء قال فصل عليه وإنما كان عليه ثمانية عشر أو تسعة عشر درهما حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه فذكر مثله إلا أنه قال فقال أبو قتادة أنا أكفل به قال قال بالوفاء وقال حجاج أيضا أنا أكفل به وقال سمعت عبد الله بن أبي قتادة حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أبي قتادة أنهم كانوا في مسير لهم فرأيت حمار وحش فركبت فرسا وأخذت الرمح فقتلته قال وفنى المحرم قال فأكلوا منه قال فأشفقوا قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أشرتم أو أعنتم أو أصدتم قال شعبة لا أدري قال أعنتم أو أصدتم ثم قالوا لفأمرهم بأكله حسنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة الأنصاري قال بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذ مال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال حدا عن راحللته فدعمته بيده قال فاستيقظ قال ثم سرنا قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعمته بيدي فاستيقظ فقال أبو قتادة فقلت نعم يا رسول الله فقال حفظك الله كما حفظتنا منذ الليلة ثم قال لا أران إلا قد شققنا عليك نحبنا عن الطريق أو ملبنا عن الطريق قال فعدلنا عن الطريق فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم راحللته فتوسد كل رجل من ذراع راحللته فما استيقظنا حتى أشرقت الشمس وذكر صوت الصرد قال فقلت فقلت يا رسول الله هلكنا فاتتنا الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تهلكوا ولم تفتكم الصلاة إنما تفوت اليقظان ولا تفوت النائم هل من ماء قال فأتيته بسطيحة أو قال بيضاءة فيها ماء فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفعها إلي وفيها بقية من ماء قال احتفظ بها فإنه كئن لها نبأ وأمر بلالا فأذن فصلى ركعتين ثم تحول في مكانه فأمره فأقام الصلاة فصلى صلاة الصبح ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما إن كان الناس أطاعوا أبا بكر وعمر فقد رفقوا بأنفسهم وأصابوا وإن كانوا خالفوهما فقد خرقوا بأنفسهم وكان أبا بكر وعمر وعمر حيث فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس أقيموا بالماء حتى تصبحوا فأبوا عليهم وانتهى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من آخر النهار وقد كدوا أن يهلكوا عطاشا فقالوا يا رسول الله هلكنا فدع بالميض أتي ثم دع بإناء فأتي بإناء فوق القدح ودون القعب فتأبطهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعل يصب في الإناء ثم يشرب القوم حتى شربوا كلهم ثم ناد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من غاء قال ثم رد الميض أتى وفيها نحو مما كان فيها قال فسألناه كم كنتم فقال كان مع أبي بكر وعمر ثمانون رجلا وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر رجلا حثنا أبن مهدي حدثنا زهير بن محمد حدثني محمد بن عمري بن حلحلة عن معبدي بن كعبي بن مالك أن أبا قتادة قال أبي أخبره ويزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن معبدي بن كعبي بن مالك عن أبي قتادة المعنى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا في مجلس اذ مر بجنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه قال فقلنا يا رسول الله ما المستريح قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله قلنا فما المستراح منه قال العبد الفجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب قال عبد الرحمن وقارأته على مالك يعني هذا الحديث حدثنا أبن مهدي حدثنا حمد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق قال حدثنا مالك عن عامري بن عبد الله بن الزبير عن عمري بن سليمين عن أبي قتادة قال عبد الرزاق في حديثه قال سمعت أبا قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق قال حدثنا مالك عن عامري بن عبد الله عن عمري بن سليمين عن أبي قتادة قال عبد الرزاق في حديثه قال سمعت أبا قتادة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة ابنة زينب قال عبد الرزاق على عاتقه فإذا ركع وسجد وضعها وإذا قام حملها قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق يعني ابن عيسى أخبرني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة ابنة عبيد بن رفاعة عن كبشة بنتك عبي بن مالك قال إسحاق في حديثه وكانت تحت ابن أبي قتادة قدت أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءه فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظروا إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي قالت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بن جس إنها من الطوافين عليكم والطوافات وقال إسحاق أو الطوافات حسن إسماعيل حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير أنه سمع عبد الله بن معبد الزماني يحدث عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سئل عن صومه فغضب فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فذكر الحديث حثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن عبد رب وقال حجاج عن عبد ربه عن أبي سلمة قال إن كنت لأرى رؤيا تمردني قال فلقيت أبا قتادة فقال وأنا فكنت لأرى رؤيا تمردني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله وإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره قال حجاج قال شعبة فقلت له ليتعوذ بالله من الشيطان قال نعم حجاج بن محمد حدثنا ليث يعني ابن سعد حدثني سعيد بن أبي سعيد عن عمر بن سليمين الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العصي بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية فحملها على عاتقه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها حثنا حجاج حدثنا ليث حدثني سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة أنه سمع أبا قتادة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم الجهاد في سبيل الله عز وجل والإيمان بالله من أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطايا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطايا هيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا أدينا فإن جبريل عليه السلام قال لذلك حثني على بن عبيد حدثنا محمد بن عمر وعن سعيدي بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال لا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة يصل عليها فقال عليه دين قالوا نعم دي نراني فقال ترك لهما وفاء قالوا لا قال فصلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله فصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حثني على حدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن حرملة بن أسر الشيباني عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوم اليوم عرفت كفارة سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة وصوم اليوم عشوراء كفارة سنة حثنا عبد الرزاق أخبرنا أبن جريج أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سليمين الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامة بنت زينب أبنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة أبي العاصي بن الربيع بن عبد العزة على رقبته فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته فقال عامر ولم أسأله أي صلاة هي قال ابن جريج وحدثت عن زيدي بن أبي عتاب عن عمر بن سليمين أنها صلاة الصبح قال أبو عبد الرحمن جوده حثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر أخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل يعني ابن أبي طالب قال قدم معاوية المدينة فتلقاه أبو قتادة فقال أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إنكم ستلقون بعدي أثرة قال فبما أمركم قال أمرنا أن نصبر قال فاصبروا إذن حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الله بن سعيدي بن أبي هند حدثني محمد بن عمري بن حلحلة الدلي عن أبن كعبي بن مالك عن أبي قتادة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فمر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قال قلنا أي رسول الله ما مستريح ومستراح منه قال العبد الصالح يستريح من نصب الدنيا وهمها إلى رحمة الله تعالى والعبد الفجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة قال كنت ألقى من الرؤية شدة غير أني لا أزمل حتى حدثني أبو قتادة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فليبسق عن يساره ثلاث بسقات وليستعيذ بالله من الشيطان فإنه لا يضره حثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمر بن سليمين عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس وحدثنا مرة فقال عن عثمان بن أبي سليمان بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير فذكر الحديث حدثنا مخلد بن يزيد الحراني حدثنا الأوزاعي عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه أبي قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة وفي الركعتين بفاتحة الكتاب حتى السويد بن عمر الكلبي حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الأوليين بسورتين وأم الكتاب وكان يسمعون الأحيان الآية وفي الآخرتين بأم الكتاب وكان يطيل في أول ركعة من صلاة الظهر وصلاة العصر وكان يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني حتى أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين معها في الركعتين من صلاة الظهر والعصر ويسمعون الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى حثن بشر بن شعي بن حدثني أبي عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمني أن أبو قتادة كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرسانه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية من الله والحلم من الشيطان إذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبسق عن يساره ثلاثا وليستعيذ بالله منه فلن يضره حثن هاشم حدثنا أبن المبارك عن بكري بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقي القوم آخرهم حثن هاشم حدثنا المبارك عن بكري بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة حدثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة حدثنا عمر بن يحيى الأنصاري حدثنا محمد بن يحيى بن حبانة عن عمر بن سليمي بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس قال قلت إني رأيتك جالسا والناس جلوس قال وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين حان أحمد بن الحجاج أخبرنا عبد الله بن المبارك حدثني الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكى الصبي فأتجوز في صلاة كراهية أن أشق على أمه حتى عبيدة بن حميد حدثني عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد وعني أبني أبي قتادة عن أبي قتادة قال كنت مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا محرمين إلا رجلا واحدا فبصر بصيد فأخذ صوتا فحمل عليه فأصاده فأكل منه وأكالنا ثم تزودنا منه فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله إن فلانا كان محلا أو حلالا فأصاب صيدا وإنه أكل منه وأكالنا معه ومعنا منه قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حدثنا يعقوب حدثني أبي عن أبني إسحاق حدثني معبد بن كعبي بن مالك عن أبي قتادة الحارثي بن ربعي قال قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيف البحر البحر في بعض عمره إلى مكة ووعدنا أن نلقاه بقديد فخرجنا ومنا الحلال ومنا الحرام قال فكنت حلالا فذكر الحديث قال وفيه هذه العضد قد شويتها وأنضجتها وأطيبتها قال فهاتها قال فجئته بها فنهسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام حتى فرغى منها حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني عبد الله بن أبي سلمة مولى بن تميمين عن أبي محمد نافع الأقرع مولى بن غفار عن أبي قتادة مثل حديث معبد بن كعب لم يزد ولم ينقص حدثنا يعقوب حدثني ابن أخي ابن شيهاب عن محمد بن شيهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو فكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان به فقال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رآني فقد رآني الحق حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن أبي قتادة قال أبي وحدثني ابن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن نافع الأقرع أبي محمد مولى بن غفار عن أبي قتادة قال قال أبو قتادة رأيت رجلين يقتتلان مسلم ومشريك وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم فأتيته فضربت يده فقطعتها واعتنقني بيده الأخرى فوالله ما أرسلني حتى وجدت ريح الموت فلولا أن الدم نزفاه لقتلني فسقط فضربته فقتلته وأجهضني عنه القتال ومر به رجل من أهل مكة فسلبه فلما فرغنا ووضعت الحرب أو زارها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فسلبوه له قال قلت قلت يا رسول الله قد قتلت قتيلا وأسلب فأجهضني عنه القتال فلا أدري من استلبه فقال رجل من أهل مكة صدق يا رسول الله أنا سلبته فارده عني من سلبه قال فقال أبو بكر تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله عز وجل فلا تقاسمه سلبه أردد عليه سلب قتيله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فاردد عليه سلب قتيله قال أبو قتادة فأخذته منه فبعته فاشتريت بثمنه مخرفا بالمدينة وإنه لا أول مال اعتقدته حسن حسن بن موسى وحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى دعاهم فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا حسن محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نظرة يحدث عن أبي سعيد الخدير قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول بوسى أبن سمية تقتلك الفئة الباغية حسن حسن بن يحيى من أهل مروى أخبرنا النظر بن شميل حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدير قال أخبرني من هو خير مني أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسير تقتلك الفئة الباغية حسن سريج بن النعمان حدثناه شيم أخبرنا أبن الحسين بن عبد الرحمة حدثنا عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه أبي قتادة قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر ذات ليلة فقلنا يا رسول الله لو عرست بنا فقالا إني أخاف أن تناموا عن الصلاة فمن يوقظنا للصلاة فقال بلال أنا يا رسول الله قال فعرس بالقوم فاضطجعن واستند بلال إلى راحللته فغلبته عينه واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقالا يا بلال أينما قلت لنا قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ألقيت علي نومة مثلها فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء شاء ثم أمرهم فانتشروا لحاجتهم وتوضأ فارتفعت الشمس فصلى بهم الفجر حسنا حسين حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح يعني ابن أبي حسان عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في طليعة قبل غيقة وودان وهو محرم وأبو قتادة غير محرمين فإذا حماروا وحش فطلب منهم صوتا فلم يناولوه فاختلاس صوت بعضهم فصاد حمارا وحشيا فأكلوه ثم لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم بها الأبواء قالوا إن صنعنا شيئا لا ندري ما هو فقال أطعمونا حدثنا يونس حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا أبن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرجي عن أبي قتادة الأنصاري أنه قتال رجلا من الكفار فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ودرعه فباعه بخمس أواق حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبران أبو صخر أن يحيى بن النظر الأنصاري حدثه أنه سمع أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبلي للأنصاري ألا إن الناس دثاري والأنصاري شعاري لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبة لاتبعت شعبة الأنصار ولولا الهجرة لا كنت رجلا من الأنصار فمن ولي من الأنصار فليحسن إلى محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بين هاتين وأشار إلى نفسه صلى الله عليه وسلم حثنا عفان حدثنا همام قال سئل عطاء بن أبي رباح وأنا شاهد عن الفضل في صومي يوم عرفة فقال جاء هذا من قبلكم يا أهل العراق حدثنيه أبو الخليلي عن حرملة ابن أسن عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة تشبه عدل ذلك قال صوم عرفة بصوم سنتين وصوم عاشراء بصوم سنة حثنا عفان قال حدثنا همام حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين وكان يسمعون الأحيان الآية وكان يقرأ في الركعتين الأخرين بأم القرآن قال وكان يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الصبح قال عفان وأبان بن يزيد العطار مثله سواء حثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط البصر والتمر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب قال وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حثنا عفان حدثنا همام حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت فسمعته يقول اللهم أغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا قال وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بهؤلاء الثماني كلمات وزاد كلمتين من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان حدثنا عفان حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا عفان حدثنا مهدي بن ميموء حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له رجل أرأيت صيام عرفة قال أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والباقية قال يا رسول الله أرأيت صوم عاشر قال أحتسب عند الله أن يكفر السنة حسنا يزيد بن هارون أخبرنا همام بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرضي أن أبا قتادة كان له على رجل دين وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يومين فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة فنداه يا فلان اخرج فقد أخبرت أنك هاهنا فخرج إليه فقال ما يغيبك عني قال إني معسر وليس عندي قال آله إنك معسر قال نعم فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفسه عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت رجلا قال سعد كان يقال له مولى أبي قتادة ولم يكن مولا يحدث عن أبي قتادة أنه أصاب حمار وحش فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبقي معكم منه شيء قال شعبة ثم سألته بعد فقال أبقي معكم منه شيء قال فأكله أو قال فكلوه فقلت لشعبة معنا قوله لا بأس به قال نعم حثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان يعني الله الطيمية قال حدثت عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقرؤون خلفي قالوا نعم قالا فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب حثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد المقبولي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله به خطايا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله به خطاياك ثم إن الرجل لبث ما شاء الله ثم قال يا رسول الله أن قتلت في سبيل الله كفر الله به خطايا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله به خطاياك إلا أدين كذلك قال لي جبريل عليه السلام حفنا يزيد بن هارون أخبرنا همام بن يحيى وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعون الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب حدثنا أبو سعيد حدثنا حرب يعني ابن شداد حدثنا يحيى بن أبي كثير فذكر مثله حدثنا روح حدثنا حسين المعلم حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمني عن أبي قتادة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا الرطب والزهوى والتمر والزبيب جميعا وانتبذوا كل واحد على حدثه قال يحيى فسألت عن ذلك عبد الله بن أبي قتادة فأخبرني عن أبيه بذلك حنى عثمان بن عمر أخبرني أبن أبي ذئب عن سعيد المقبولي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع ثم صلى بأرض سعد بأصل الحرة عند بيوت السقية ثم قال اللهم إن ابن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة وأنا محمد عبدك ونبيك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة واجعل ما بيها من وباء بيخ من اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم حثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثنا شعبة وعن ثابت سمع عبد الله بن راباح يحدث عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قاموا إلى الصلاة فصلوا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوها الغدى لوقتها حثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا حميد عن بكر عن عبد الله بن راباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بالليل أضطجع على يمينه وإذا عرس قبل الصبح نصب ذراعيه ووضع رأسه بين كفيه حان عبد الملك بن عمر وعبد الوهاب الخفاف قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا حرب يعني ابن شداد حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يتمسحن بيمينه وإذا شرب فلا يتنفس في إنائه حدثنا أبو سعيد حدثنا حرب حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى رؤيا تعجبه فليحدث بها فإنها بشرى من الله عز وجل ومن رأى رؤيا يكرهها فلا يحدث بها وليدفل عن يساره ويتعوذ بالله من شرها حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا مالك عن إسحاق ابن أبي طلحة عن حميدة عن كبشة قالت رأيت أبا قتادة أصغى الإناء للهرة فشربت فقال أتعجبين إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات حدثنا معمر بن سليمان هو الرقي حدثنا الحجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه وضع له وضوء فولغ فيه السنور فأخذ يتوضأ فقال يا أبا قتادة قد ولغ فيه السنور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السنور من أهل البيت وإنه من الطوافين أو الطوافات عليكم حدثنا هاشم حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا تمسح أحدكم من الخلاء فلا يتمسحن بيمينه حنا عفا نحدثنا حمد بن سلمة أخبرنا أبو محمد بن معبدي بن أبي قتادة عن أبن كعبي بن مالك قال خرج علينا أبو قتادة ونحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فقال شهد الوجوه أتدرون ما تقولون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار قال عفان وقد قال لي محمد بن كعب حدثنا حسن حدثنا حمد بن سلمة عن أبي محمد بن معبدي بن أبي قتادة قال سمعت عبد الله ابن كعبي بن مالك يحدث أن أبا قتادة خرج عليهم فذكر معناه حسن أبو قطئ قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني يعني للصلاة حدثنا محمد بن نوشجاني وهو أبو جعفر السويدي حدثنا الوليد بن مسلمين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسوأ الناس صدقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود حدثنا الحكم بن موسى حدثنا الوليد بن مسلمين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن سمع أبا قتادة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فليبسق عن شماله ثلاث مرات وليستعيذ بالله من شرها فإنها لن تضره حدثنا يحيى بن سعيد عن أبن عجلان حدثني سعيد وعمر بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سليمين عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج وهو حامل ابنة زينب على عنقه فيأم الناس فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها حدثني يحيى بن سعيد عن هشامين حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة سمع أباه أبا قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى أن ينتبذ الرطب والزهو جميعا أو التمر والزبيب جميعا وقال إنبذوا كل واحد منهما على حدته حدنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى أحدكم الخلاء فلا يستنجي أن بيمينه وقال أبو عامر ولا يمس أحدكم ذكره بيمينه حثنا وكيع حدثنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر يسمعون الآية أحيانا فيطيل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية ويقرأ في الركعتين الأوليين من العصر ويطيل في الركعة الأولى من الفجر ويقصر في الثانية حثنا وكيع حدثنا علي بن المبارك قال أبي وحدثنا هاشم حدثنا شيبان جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة حثنا وكيع حدثنا مهدي بن ميموء عن غيلان ابن جرير عن عبد الله بن معباد عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومي يوم عرفة فقال أحتسبوا على الله كفارة سنتين ماضية ومستقبلة قال يا رسول الله أرأيت رجلا يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر قال يا رسول الله أرأيت رجلا يصوم يوما ويفطر يوما قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام قال يا رسول الله أرأيت رجلا يصوم يوما ويفطر يومين قال وديدت أني طوقت ذلك قال أرأيت رجلا يصوم يومين ويفطر يوما قال ومن يطيق ذلك قال وسئلا عن صومي يوم عاشوراء قال أحتسبوا على الله كفارة سنة حثنا وكيع عن أبي العميس حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن الزرقي يقال له عمرو بن سليمين عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وابنته على عاثقه وقال مرة حمل أمامة وهو يصلي وكان إذا أراد أن يركع أو يسجد وضعها فإذا قام أخذها حثنا وكيع عن صفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حثنا وكيع عن صفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن لها هو الدهر حدثنا محمد بن أبي عادي عن الحجاج يعني ابن أبي عثمان الصوافة عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية وكذلك الصبح حدثنا محمد بن أبي عادي عن الحجاج بن أبي عثمان الصوافة عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا دخل الخلاء فلا يتمسح بيمينه وإذا بالا فلا يمس ذكره بيمينه قال يحيى بن أبي كثير وحدثني عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله وإذا شرب فلا يشرب بشماله وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله وإذا أعطى فلا يعطي بشماله حسنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قالت وأفي يا رجل من فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال هل ترك من شيء قالوا لا والله ما ترك من شيء قال فهل ترك عليه من دين قالوا نعم ثمانية عشر درهما قال فهل ترك لها قضاء قالوا لا والله ما ترك لها من شيء قال فصلوا أنتم عليه قال أبو قتادة يا رسول الله أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه قال إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه قال فذهب أبو قتادة فقضى عنه فقال أوفيت ما عليه قال نعم فدع به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل عليه حسن الضحاك بن مخلد عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثنا عبد الله بن أبي قتادة حدثني أبو قتادة أو حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالرجعتين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورة ويطيل في الأوليين وفي العصر مثل ذلك ويسمعون الآية أحيانا أحيانا أحيانا